السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم لقاءة جدد الحوثي يؤزم الموقف بعد رفع سقف المطالبات أمام المميكة عربية السعودية المميكة عربية السعودية ما بين قرار السلم والحرب الحوثي ليس خسران شيء في هذه المعركة الحوثي ليه عاد لنقطة الصفر يعني ايه سر عودة الحوثي لنقطة الصفر مرة أخرى فيه أسئلة كتيرة جدا هجاوبك عليها وخطيرة جدا فيه موضوع الحوثيين لقاء حسين أمير وزير خارجة إيران في صفارة الملالي في مسقط ولقاءه بمحمد عبد السلام قال كلام مهم جدا ولكن كلام رسمي لكن كلام الخطير هقولولك في السيق الحلقة كلام الرسمي ان احنا بندعم المبادرة السياسية لتوحيد اليمن وان احنا بندعم كل شيء لوحدة اليمن ده كلام لأول مرة أصلا مسؤول إيراني يمثل يعني الملالي دبلوما ثاني يقول الكلام ده ما كانش فيه تصرحات رسمية كده خالص لكن ده يعتبر شيء كويس لكن اللي مش كويس يعني اللي هو مصادر من مصادر حكومية يمنية يعني عليمة مطلعة التقت بالقيادات السعودية في الاخر رمضان ولما رجعت عدن افصحت عن كلام خطير جدا قالت لك لأ الحوثي رفع سقف المطالب بتاعته وانه في نفس الوقت انه اغضب المملكة العربية السعودية جدا في زيارة السفير الجابر الى صنعاء وخاصة بعد تقديم يعني اشترطات جديدة من قبل الحوثيين للمملكة والامر ده تبقى لي المصدر الحكومي اليمني بيقول ان ده هيعيد المفاوضات لنقطة الصفر بس بيعيد المفاوضات لنقطة الصفر ليه لتحقيق مكاسب ليه الحوثيين وهو الحوثيين عايزين مكاسب مادية مش عايزين مكاسب سلمية اعمل اعجاب للحلقة عزيزي المشاهد اشترك في القناة لو لك رغبة لو عايز تنتسب على حسب امكانيتك الانتساب لانه في نسأل عليه لما بدخل القناة بتلاقي اشتراك هتلاقي بجانب الاشتراك هتلاقي الانتساب على حسب قدرتك المادية احنا قبل ما ندخل في التفاصيل ديت وتقزيم الحوثيين الموقف عايزين نأكد على الشيء ننأكد على الشيء اللي هو ايه الحوثيين بيؤكدوا يوميا يوميا دي يعني انت مثلا كل اسبوع تقريبا او كل اسبوعين بنجد انه قرار الحوثيين في طهران مش في الصناعة طبعا الحوثيين والمتحوثين انا هوجدهم كلام عايزهم يجاوب عليه وعايز المشاهد كل يجاوب عليه وانا هقبل كل الاجابات على فكه بدون تجاوز التجاوز هعمل له بلوك لكن في نفس الوقت ان القرار اللي موجود في طهران انتو كحوثيين يعني انا بطرح سؤال انتو كحوثيين او المتحوثين او المتلوثين انتو بتعملوا اي حاجة يعني بتتخزوا اي قرار اي قرار يعني الا بتوجيه من صنعاء ولا بتوجيه من طهران طبعا التوجيهات من طهران هتيجي تقول لي من صنعاء هثبتلك دلوقتي ان انت كلامك مش مخطئ ان انت كذاب لو حد تاني هقول له مخطئ لكن الحوثيين لك انت كذاب لان الكتب عندوكو نفس بتتنفسو كتب يعني السؤال اللي يعني بيكشف حقيقة الحوثيين ان قرارهم مش في صنعاء في طهران هو انتو بتلتقوا المسؤولين الايرانيين تقريبا كل اسبوع ده ده المعلم بالنسبة لنا والسر طبعا انتو اللي تعرفوه دايما باستمرار بتقابلوا المسؤولين الايرانيين وبتعرضوا عليهم ما تم مع السعودية وبتعرضوا عليهم ما تم من عمان طب ايران داخلها ايه يعني انا بسألك يعني بسألك عزيزي شعة الشوارع داخل ايران ايه فان انت يعني بتطلع مسؤولين الرسميين الايرانيين في مسقط او في غير مسقط بتطلعهم ليه على المفاوضات مع السعودية بتطلعهم ليه على المفاوضات مع مسقط يعني حتى مسقط اللي هي بتعمل كل حاجة لصالحكم بتطلع المسؤولين الايرانيين عليها انتم رجالة انا ده هعتبر ان انا بكلم رجالة وناس جمد قوي ودخلين فتحين صدركم وبتقولوا احنا اللي حررنا اليمن واحنا اللي هنخش السعودية وهنكل الخليج وهتقدر يعني هتوصلوا لغاية نيوجيرسي ماشي يا سيد طب السؤال اللي بسأله لك ايران داخلها ايه لما انتم كده يعني انتم رجالة وانتم اقوياء وقراركم من رأسكم بتقابلوا المسؤولين الايرانيين ليه طب ايه داخل ايران في الموضوع داخل ايران انا بسألك يعني عزيز المتحوث داخل ايران بالسلم مع السعودية او مع الامارات داخل ايران ايه بالحرب المبينك وبين السعودية سواء في حرب او في سلم داخل ايران ان انت تشاركها انا بسألك ان انت راجل صاحب قرار بعتبرك راجل وبعتبرك صاحب قرار رغم ان انت لا دا ولا دا لانتم فيكو دا ولا انتم فيكو دا طيب انا هسألك سؤال تالت ايران جارة ليكو يعني ايران جارة ليه صنعق دا جيران صنعق السعودية يئمة عمان يئمة الامارات دا انتم ما بينكم وبين طهران اكتر من 3000 كيلو بلاش كده هي ايران بتتكلم عربي يعني ايران دولة عربية عشان انتو تشاركوها قلمكو تشاركوها حروبكو تشاركوها سلامكو انا والله عايز اجابة من راجل فيكو لو انا هعتبر يعني ان انا بواجه رجالة يعني طب انتم اداة في ايد ايران ولا حزاء ولا حزاء يعني اختار لك حاجة يعني اما اداة في ايد ايران اما حزاء يعني اختار لك حاجة من اتنين اما حزاء فردا يمين او شمال اول لتنين طب هسألك سؤال تاني هو أنت كحوثي فارسي ولا عربي أنت فارسي ولا عربي أنا مش هكلمك أن أنت يعني مسلم لأننا نعرف أن أنت مش مسلم أصلا هو أنت فارسي ولا عربي والقيادات بتاعدكم معاهم جوزات سفر يمنية تابعكم يعني ولا معاهم جوزات سفر أجنبية ده أنتوا حتى يرغم أنه ولائكم لإيران معاكوش جواز سفر واحد إيراني معاكوش جواز سفر إيراني اللي أمريكي والليmedi واللي ألماني واللي بريطاني كل اللي أنتوا قعدتوا تقولوا عليهم أعداء معاكم جوازات سفر لكم وهو اللي مشغالكوا مديكوا جوازات سفر عشان خطر وقت الدرب أول ما تقوله إخلع يرخل على اللي معالجواز سفر أنت منين جواز سفر بريطان تخلع على لندن انت معك جهة صفر بريطاني تخلع هيجي وقت وهتخلع انت هيجي لك وقت وهتخلع انت مقدرتش قيمة السلم اللي تقدم لك لان انت اصلا مش اهل خير فما بتقدرش الخير انت عايز الحرب وانت اخترتها فلك ما اردت في نفس الوقت انه سألوا حسين امير ليه ما عليش انا فيه سؤال مهم ما عايز اسأله هو انتوا ليه لما بتقابلوا القادة الايرانيين ومسؤولين الايرانيين في مصغة ما بتسألهمش انه القائد اللي هو بتاع الحرس الثوري كان طلع في حديث وطلع كمان في مجلس الشورى هناك في ايران وقال انه الحوثين دول شعة شوارع وانتوا زعلتوا مننا ليه قلت عليكم شعة شوارع وما يعني ليه ما فيش حد منكم قدر يواجه مسؤول يعني من ارباب نعمتكم يعني الايرانيين وقلتولهم ازاي يعني قائد كده في الحرس الثوري اللي هما بيجي يدربونا يعني يقول علينا كده يعني ان احنا شعة شوارع ليه انتوا ما عندوكوش كرامة يعني انتوا ما عندوكوش كرامة انتوا توجهوا اي مسؤول ولا انتوا خايفين من قلم ولا قفة ينزل على والشكو لكن على العموم عايز اشوف التزامكم التزامكم انتوا اصلا ما عندوكوش التزام اصلا بقراركم وعصلا ما عندوكوش قرارات القرارات كلها تيجي من طهران في التوجهات الصادرة من طهران اللي انتوا هترجعوا بيها محمد عبدالسلام قعد مع حسين امير فهيرجع بقى يرجع بقى ايه رايح بخيبة وراجع بخيبة جديدة نشوف بقى الخيبة الجديدة في الاومر اللي صادراركم من هناك ما هو حسين امير الف تصراحات ان احنا عايزين نعمل على يعني دعم سياسي توحيد القرار السياسي عايزكو تدوبوا سياسيا في اليمن انتوا ملكوش في الكلام ده لان انتوا ملكوش في السياسة ما فيش حد بفيكو لا درس ولا فهم سياسة شوية معيز قعدة بتقعد قعدة بتعرف وتأكل ما بتعملش حاكم انت هتفهم سياسة مني يعني انت هتخش مجلس اللي هو بتتكلم فيه هتطلعوا قرار السياسية ازاي هتديروا ازاي ما فيش لا فيه ادارة ولا فيه سياسة ما فيش فانت هتتنيل على عينك وتقعد ازاي وتدوب فيه المجتمع السياسي في اليمن ما فيش طبع فانت انت مرعوب من القصة دي فعملتوا حطوا شروط على الجزاية تحطوا شروط على الجزاية وان انت هتقزم الموقف ده انت معرفتش تتكلون مع القابر كنت فالحين بس تتصوروا بس وفاتحين بقوكو لكن ان انتو تتكلموا فيش ولا تتكلموا في ايه ده انتو حتى يعني اغضبتوا السفير الجابر محمد علي حوثي بعد ما هو بس تراب الارض عشان يقعد معاه في الاخر تكلموا كلام معناه ان هو يعني الحوثيين دول يوم قالوا انتو مش ندي لنا والراجل السفير الجابر مش غضاء يعني انتو مكنتش تحلاموا تقعدوا مع الجابر السفير الجابر وانتو في الاخر طفشتوا الراجل ندم على اليوم والساعة اللي عادة معاكو قالت ساعة سودا مهم مصدر حكوم يمني قالك انه جامعة الحوثيين رفعوا سقف المطالب ايه عم تعايز ايه قالك لا الامر ده احنا تب ما انتو منتفقين في مسقط على القرارات وان انتو مجرب بس ما تروح سامعاكو ييجي السفير الجابر هطمدوا انتهين قالك لا رفعوا سقف المطالب علمة المصادر اليمنية لما كانت فيه الاخر من يعني رمضان الماضي علمة من مصادر سعودية مطالعة انه تم رفع سقف المطالب وخاصة بعد تقديم الحوثيين اشتراطات جديدة عايزين بقى ضمانات واشتراطات جديدة الموضوع كله مدي من الاخر يعني الاشتراطات الجديدة دي بموجبها تبقى للمصدر اليمني قالك ان دي هتعيدوا المفاوضات من اول و جديد تعيدوا المفاوضات لفين بقى لنقطة الصفر نبدأ بقى من اول و جديد السعودية ما عندهاش وقت دي دولة بتبني والحوثيين برضو ما عندهمش ما عندهمش وقت يعني الكايان بيهدم المليشيان بتهدم فدي طبعا اللي بيهدم مش عجمه اللي بيبني فواحد حطت ايده على الزناد وبندقية وبياكل فقاط وده لا فالح في حاجة ولا نافح في حاجة قاعد على نصة الحارة ما بيعملش حاجة للنهار ماشي يا اما قاعدين على القهو ما بيعملش حاجة لا بيدروا دولة وبيعملوا حاجة هم عاملين ياكلوا في لحم اليمن بس بيعملش حاجة تانية غير كده فقال لك لا هيرجعوا الموضوع لنقطة الصفر تاني طب هو عايز رجع الموضوع لنقطة الصفر ليه ايه السبب وبردو الحوثين عندهم خبثة برضو قال لك لا احنا عايزين نحقق اكبر مكاسب ممكنة لان هم بعد دي مفيش مكاسب تاني هو مش هيتول هو هيحط اشترط هيمضي عليها اولا طبعا مش هلتزم احنا كلنا عارفين الكلام مش هلتزم مش هلتزم بحاجة لا فقال لهوتنا ولا حاجة يا دلو برضو بيضرب في مقرب ويضرب في تعز ويضرب زي ما هيدلو مش هشغال في اللي هو فيه لكن في نفس الوقت ان هو مش هيلتزم فهو قال لك انا عايز احقق اكبر مكاسب ممكن طب هو عايز احقق اكبر مكاسب ممكنة ليه لانه لما تيجي انت تبص بعمق ليه الفكر الشيعة الشوارع هو قال لك ايه قال لك ان السفير الجابر وان السعودية دولة بتاعت تنمية دولة بتاعت بناء وصرفالها 10-15-20 تريليون دولار ريال في الفترة اللي بس 20-20-22 فهي طبعا والوقت ده كان كله هدنة فهما يعني السعودية عايزة تأمم نفسها فالسعودية جايلنا السفير الجابر جاي بيده السلم واحنا ما عندناش سلم احنا معنا بندقية شايلنها على جنب فهو دوقتي السعودية جاية واخد قرار السلم لكن احنا ما عندناش قرار سلم فإدراك الحوثيين ان السعودية قتت بالسلم يعني دولة جاية بالسلم هو مش عايز كده هو عايز بقى حط الشرطات لكن لو السعودية جاي بالسلاح لا طبعا كانت تتحطت البيادة في قدميه على الرقابت وتديله على وشه يقولك تسلم إيدك يا سيدي المعلمين تديله تاني يقولك تسلم إيدك يا سيدي المعلمين لكن السعودية رايحة بالسلم فعشان كده هم بيفهمش اللغة دي الحوثي لا يوجد لغة السلم آه أم عارف أن في الآخر القرار في تهرون كلنا متأكدين والقرار في بكين الحوثي بيتعوك شوية هيجي في الآخر هيلف ويجي لكن هنشوف لما يأتي الحوثي وهو جاي خائب الرجاء هيجي بإيه هنشوف لكن في نفس الوقت في التفاوض القدم ده هيكون عبارة عن إيه هيكون عبارة عن الإزعان لما تم الاتفاق عليه في مسقط ما بين الجانب العماني والسعودي من طرف والحوثي من طرف آخر ولا هيبدأ من أول وجديد تبقى للمصدر اليمني والمصدر اليمني ما جابش الكلام من عنده جابه من السعودية هل الحوثي هيزعن ويأتي صاغرا بعد الأوامر من كفيله في طهران وأيضا كفيله الأكبر من بكين هنشوف الأيام اللي جاية مخبية إيه مع شيعة الشوارع ربنا احفظ السعودية وأهل اليمن والمنطقة من شرور من يستخدم الأحزاء في المنطقة صداكم الله اللي زلاطة دعونا مخبية إيهوه مخبية إيهوه